ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح الخطاب أهلا ومرحبا بك دكتور مرحبا بكم دكتور التحشيد الأمريكي أو التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران معروف للجميع آخرها بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال قوة عسكرية ضاربة في مياه الخليج العربي لكن المثير للاستغراب ما قاله تحالف الفتح بأن ميليشيا الحجد على استعداد وعلى أهبة الاستعداد للرد على الولايات المتحدة الأمريكية في حال أنها اعتدت على إيران كيف تعلق على ذلك؟ يعني كما قلت حضرتك يبدو هذا حشد موسمي حشد الأمريكي أقصد والتصعيد موسمي ويتكرر بالسمرار الحديث عن الحشد الحشد الداخل العراق هذا طبعا نكتة لأنه يعني نعرف جيدا حجم هذا الحشد وإمكانياته وإمكانيات استيعابة أو امتصاصة لضربة أمريكية الأمريكان يستطيعون أن يوجهون ضربة ماحقة ساحقة للحشد ولكن المصير على الأرض بالتأكيد ليس لهم وبالتالي القول أن الحشد يستطيع أن يواجه الأمريكان أو أن يضربهم فيه شيء من الصحة لأنه إيران تغلغلت عبر ميليشياتها ونعلم أن إيران أيضا لها حدود مشتركة طويلة جدا مع العراق وقد تغلغلت وتمكنت وبالتالي بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية توجيه ضربات عسكرية ولكن الأرض بالتأكيد ليست لها دكتور عادل عبد المهدي صرح بأن العراق يبدو الجهود حثيثة من أجل التوصل لاحتواء الأزمة بين واشنطن وطهران كيف تفسر هذا التباين في المواقف بين شركاء العملية السياسية أحدهما يعني ينسحب إلى أن تكون هناك مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران والبعض الآخر ربما يراهن على التوفيق ما بين الطرفين يعني الأكثر المشتغلين في العملية السياسية في العراق هم يتبعون إيران ولكن هذه التبعية للأمانة ينبغي أن تكون يعني موصوفة وصف دقيق ليس الكل بالجيب الإيراني بمعنى أن هناك من يداهن إيران هناك من يعني يتبع إيران مصلحيا وهناك من يواليها موالات تامة وبالتالي هناك درجات في القرب والبعد من إيران هناك من يعتقد أنه أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة طبعاً هذه احتمال بعيد في تقديري إذا وقعت فستكون يعني ضربة لإيران وربما يعني يستفيد من عدها التيار الذي يعني ليس موالياً تماماً لإيران ولكن هناك مصالح تربط بإيران طبعاً هناك في القوى السياسية في العملية السياسية من هو يوالي إيران ولكن ليس موالات عقائدية أو موالات خلينقل طائفية ولكن هناك موالات مصلحة فهذا التيار طبعاً يعتقد أنه أي مواجهة أمريكية إيرانية قد يستفيد منها هذا الطرف لكن هناك من يعتقد أيضاً أنه أي مواجهة أمريكية إيرانية ستكون وبال على إيران وبالتالي وبالتالي وبالعلى جماعتها في العراق طيب السؤال الأهم هنا دكتور هل هناك فعلاً احتمالية لأن تكون هناك حرب عسكرية ما بين الولايات المتحدة أمريكية وإيران هذا سؤال جيد وطيب الحقيقة كما قلنا في الجواب الأول هناك تصعيد موسمي يعني يبدو لصالح كل طرف يعني كل طرف يصعد بطريقة معينة إعلامية نحن شهدنا نحن نتذكر الحرب التي وقعت على الإراق كيف كانت التسريبات الإعلامية وكيف كانت كميات الكذب التي تلقى لرأي العام الأمريكي لا نشاهد هذا اليوم حقيقة بالإعلام الأمريكي على إيران نشاهد كميات أقل من الضخ الإعلامي وبالتالي هناك في أولاة المتحدة تاجر يدير السياسة الخارجية الأمريكية وهو مرابي بالدرجة أولى وكل خطوة يقوم بها الآن يقوم بها على حساب العرب المتحالفين معه يعني كل الحجد الأمريكي الآن الذي نراه سيدفعه حلفاء أمريكا في المنطقة وبالتالي يعني ليس لهم إلا النظر اليوم كان من اللافة التصريح بومبيو لما قال إذا ضربت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فنحن سنتحرك ونضرب طبعا ماذا نفسر الهجوم على الفجيرة أو الهجوم على شركة أرامكو مثلا هل هو مصالح أمريكية أم مصالح يعني قريبة من مصالح الأمريكية هنا دكتور عفوا للمقاطعة ولكن أنت قلت في ردكم قبل قليل أنكم تستبعدون مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار ضرب ميناء الفجيرة تدمير ناقلتين سعوديتين وإحدى إماراتية والأخرى أعتقد نرويجية واليوم ضربت محطتا ضخ نفط سعوديتين كيف يمكن تفسير ذلك دكتور؟ هذه رسائل من إيران تثبت الحجة التي تقول دائما بأنه أي حرب تشهد جنالات المتحدة الأمريكية ستكون حرب مكلفة لنعلم جيدا أن هناك إيران الدولة وهناك إيران الاخطبوط الأذرع الإيرانية وميليشياتها إيران ليس بضرورة ستدخل في حرب دولة مع دولة أمريكية إنما هي تحرك ميليشياتها فقط لإصال رسائل أنه نحن سنتكفل بالأمر من خلال وكلانا وليس بضرورة من خلال شكل مباشر اللي جرى في الفجيرة واللي جرى في اليوم وقد يجري هناك أشياء أخرى هذه كلها رسائل إيرانية على أن الحرب أي حرب إذا وقعت ستكون حرب مكلفة وأنها بالضرورة ستكون حرب شاملة لكل المنطقة لكن ينبغي التأكيد على مسألة معينة مهمة جدا نحن لماذا نستبعد الحرب؟ طبعا الحرب قد تقع لأنه لا يوجد هناك في السياسة شيء دائم هناك متغيرات لكن لماذا نستبعد؟ الغرب كما قلنا في مناسبات سابقة هو الذي صنع إيران هو الذي صنع يعني تموضع إيران الحالي في عدد من الدول العربية وبالتالي أنك تقول إزالة هذا كله بعد جهود سنوات طويلة يعني أمر حقيقة صعب أن نستوعبه وبالتالي اليوم المندوب المسؤول الأمريكي عن ملف إيران ماذا قال؟ قال سنعمل على إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا وأنا أسأل هذا السؤال أنا أسأله بشخص متواضع أسأله أقول لو أخرجت ميليشيات الإيرانية من سوريا من يحمي نظام الأسد؟ من سيملأ الفراغ؟ هناك أسئلة كثيرة بدون جواب إذا فكرنا في قضية الحرب الأمريكان صنعوا وزرعوا إيران وجعلوا منها أمر واقع بحيث يصعب جدا معالجته طيب لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية عذرا دكتور يعني جادة في قضية إزالة الميليشيات التابعة لإيران في سوريا ماذا عن الميليشيات التابعة لإيران في العراق؟ هذا طبعا أي وضع في سوريا سيؤثر على العراق وأي وضع في العراق سيؤثر على سوريا هناك تداخل كبير جدا في المصير يعني لما نقول ميليشيات إيران إذا طردت من سوريا سيستغل هذا سيملأ الفراغ قوى ثورية حقيقية بغض النظر من هي؟ زين؟ لأنه الوضع هش جدا هش وبالتالي النظام إذا تغير في سوريا نحو الأفضل سيؤثر هذا سلبا على الميليشيات داخل العراق ونحن نشهد أن هناك توازن هش جدا بحيث لو اختل هذا التوازن في أي مكان في اليمن اليمن نتيجة من النتائج وليس السبب نتيجة يعني لو كفة إيران مالت نهارت في العراق أو في سوريا اليمن سيشهد وضع آخر دكتور لنذهب ونغير ربما من المعادلة إذا وقعت الحرب بين واشنطن وطهران على أي الأراضي ستكون هذه الحرب؟ في اليمن؟ في سوريا؟ في العراق؟ في أين؟ هذا سؤال مهم جدا هذا بالحقيقة لا يستطيع أحد أن يجيب عليه هذا هو جزء من المشكلة هذا جزء من صعوبة الحرب أنت أين تضرب؟ تضرب ماذا؟ تضرب ماذا؟ تضرب في العراق؟ تضرب في سوريا؟ هل أمريكا عندها هذه القدرة والاستعداد على أن تشن حرب شاملة؟ المشروع الغربي الإيراني أنفق الكثير على أن تصل إيران لهذه الدرجة من القوة المشكلة الكبيرة الآن في العراق العراق أنا أعتقد أن المشكلة الكبيرة هي في العراق أمريكا تريد ضمان أن لا يفلت العراق لنعلم جيدا أن أي حرب تقع سواء بأي مكان في سوريا في العراق الميليشيات الإيرانية العاملة في العراق سوف تستأسد وربما تسيطر على مجرية الوضع لكن ربما هناك رأي آخر يقول لو كانت الحرب ستقع على الأراضي العراقية لبدأت بوادرها بضرب القواعد العسكرية الموجودة في العراق الآن أي قواعد؟ قواعد عسكرية موجودة أمريكية في العراق من قبل الحشد لا طبعا لا أحد يريد أن يدخل هذا المدخل هذا مدخل صعب يعني أي إطلاق نار على أي جهة سيؤدي إلى أنفلات الأوضاع أنفلات الأوضاع ليس في صالح العراق المتحدة مثل ما ليس في صالح إيران أيضا يعني أنا كما قلت توازن هاش جدا وبالتالي أنت عندما تضرب القواعد الأمريكية تدخل في حالة معينة يعني أمريكا تستطيع أن توجه ضربات قاسمة لكن كما قلت الموضوع كل يتعلق من يسيطر على الأرض ما هو السيناريو إذن؟ السيناريو مزيد من التفاهمات مزيد من تكامل المصالح يسمى في التعبير الأدب السياسي الآن تخادم أنا أسميه تكامل المصالح الأمريكية الغربية الإسرائيلية هذا المثلث مع المصالح الإيرانية شريطة أن ينضبط الوضع لا ننسى أن رئيس الولايات المتحدة تاجر مرابي يحاول أن يحلب ما يستطيع من البقرة العربية التي تسمى متحالفة مع أمريكا يحلبها إلى ما شاء الله وإلى ما يتمكن الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب شكرا جزيلا لكم شكرا لكم